أفادت مصادر أردنية أن إطلاق النار على حفلة فارغة للمرشدين السياحيين في البتراء جنوبية البلاد أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وقال مصدر أمني لوكالة أنباء أردنية أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموية من ناحيته نفى محافظ البتراء سليمان فرجات أن تكون الحافلة قد تعرضت لإطلاق نار مشيرا إلى أن زجاجها الخلفي قد تهشم بالفعل لكن من غير المعروف حتى الآن سبب ذلك